في سورة النمل هناك ذكر للعلاقة ما بين الإنس والجن في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون دولة سليمان النبي هي وسيلة إضاح مصغرة للدولة المهدوية القائمية هذا هو جيش سليمان مثل ما قلت لكم نحن في العالم الأرضي نستطيع أن نتواصل مع الجن لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع المخلوقات الأخرى من دواب السماء مع الكائنات العظيمة في السماوات لأننا في عصر الغيبة لأننا في زمان جولة الباطل هذه دولة إبليس هكذا تصطلح عليها الروايات والأحاديث منذ زمان نزول أبينا آدم ونحن في هذه القبة في قبة أبينا آدم آخر الآدميين أبونا آدم هو آخر الآدميين هكذا وصفته الروايات نحن في القبة الأخيرة في قبة أبينا آدم منذ أن نزل أبونا آدم ونزلت أمنا حواء معه ونزل إبليس أيضا إلى أرضنا هذه إلى العاصمة بدأت دولة إبليس تنتهي بيوم الخلاص فنحن في زمان دولة إبليس هكذا اصطلح عليها أئمتنا نحن في زمان جولة الباطل دولة الحق تبدأ من يوم الخلاص في زمان جولة الباطل نحن نستطيع أن نتواصل مع الجن أتحدث عن بني الإنسان ولذا فإن القرآن يحدثنا عن الجن ويحدثنا عن ما يفعله الجن في حركته باتجاه السماء مرت علينا الآيات ويحدثنا القرآن عن علاقة الجن بالإنسان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وفي سورة نفسها في الآية الثامنة والثلاثين والتي بعدها بعد البسملة من سورة النمل قال يا أيها الملأ سليمان يتحدث في غرفة عملياته مع قادة جيشه قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن هذا أحد القادة مرت الآية علينا قبل قليل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير هذا جنرال من جنرالات الجن عفريت من الجن العفاريت هم القادرون على الطيران وعلى السرعة وعلى حمل الأثقال الكبيرة قال عفريت من الجن أنا أهتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين طيار سريع حامل للأثقال العظيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لو ذهبنا إلى سورة الجن إلى الآية الخامسة والسادسة كذلك بعد البسملة وأن أن الكلام كلام الجن وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن وأن كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعوذون برجال من الجن يأخذون معلومات منهم فزادوهم رهقا رهقا خسرانا وضلالا بحسب ما جاء في أحاديثهم وتفسيرهم لقرآنهم فلقد فسروا الرهقا بالخسران بالضلال وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يلتجؤون إليهم يحتمون بهم هذا جزء من البرنامج الإبليسي يسترقون السمعة يسترقون إلى الملائكة وهم يتحدثون عن خطة برنامج عملهم لهذا اليوم أو لتلك الليلة إنهم الملائكة الصغار الملائكة الخدم العاملون الفاعلون فعلة الملائكة يستمعون إلى قادتهم الذين يصدرون إليهم الأوامر يستطيعون من خلال وسائل التجسس التي عندهم أن يلتقطوا بعضا من المعلومات ليست كاملة يكملون يكملون بحسب توقعهم فقد يصدقون في تكملة تلك المعلومات وقد يكذبون ولذا فإنما تأتي به الجن لإخبار الإنس قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لأنهم لا يستطيعون أن يحصلوا على المعلومات الكاملة أجهزة التجسس عندهم قدرتها محدودة هذا بحدود الثغرات عند الحدود وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قدوهم إلى الخسران قدوهم إلى الضلال فهذا هو شأن الذي يعوذ بالجن ولا يعوذ بإمام زمانه الشيعي الصادق المخلص المخلص يكون عائذا بإمام زمانه يكون لا إذا بفناء إمام زمانه يكون ملتجئا إلى إمام زمانه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق 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 لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن صلوات عليك يا بقية الله سلام عليك يا بقية الله هذا هو الخذلان أن يلوذ رجال الإنس برجال الجن النتيجة فزادوهم رهقا هذه أمثلة ونماذج من الآيات تخبرنا عن مستويات من العلاقة ما بين الإنس والجن مر علينا الكلام في سورة النمل ومن ومن أن عسكر سليمان فيه من جنود الجن وفيه من جنرالاتهم من العفاريت وقال عفريت من الجن وهناك في جهة أخرى رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإذا ما ذهبنا إلى سورة الرحمن وسورة الرحمن الخطاب فيها على طولها فبأي آلاء ربكما تكذبا التثنية هنا للإنس والجن الخطاب للإنس والجن ويقدم الجن في الخطاب لأنه كان مهيمنا على الأرض قبل الإنس كان مخلوقا قبل الإنس في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا بالإمكانات التي تتوفر لديكم ومر علينا الكلام مر علينا الكلام في سورة الحجر وَلَقَدْ جَعَلْنَا وَشَيَاطِينُ الْإِنْسِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِمَ هَذَا الْعُنْوَانِ وَالْخِطَابُ هُنَا وَاضِحٌ لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ في سورة الرحمن يَا مَعْشَرَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ 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 تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران هذه أسلحة في المناطق التي يمنع فيها التصوير أليس عندنا في الأرض هناك المناطق العسكرية والأمنية يكتب عليها هذه المناطق يمنع فيها التصوير المناطق التي يمنع فيها التصوير في أقطار السماوات هكذا يحدثنا القرآن عنها يرسل عليكما شواض الشواض هو اللهيب الطويل الحاد الذي ليس فيه دخان هذا هو الشواض لهيب طويل حاد ليس فيه دخان إنها نار صافية يرسل عليكما شواض من نار ونحاس النحاس هو النحاس الذي نعرفه في كلام العرب إنها أسلحة فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا التطور العلمي الهائل وغزو الفضاء إشارات واضحة تشير إلى قرب عصر الظهور سيأتينا هذا الكلام غزو الفضاء من قبل البشر حركة التأريخ السريعة والسريعة جدا وحركة التطور العلمي السريعة والسريعة جدا كل هذا ينبئنا بقرب عصر الظهور إنني لا أوقت بزمن معين إنما أتحدث عن قرب عصر الظهور يا معشر الجن والإنس ما هي الحلقات عنوانها هكذا يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول عرفتهم الآن المقصودة من عنوان هذه الحلقات يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول ما هي الحلقات يا ليس غائبنا يعود لأهله الشاعر هو الذي يقول لست أنا يا غائبا يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا الشاعر هو الذي يقول وإلا فإن عقيدتي في إمامي إمامي شاهد قبل أن يكون غائبا إمامي هو الإمام الشاهد الغائب شاهد علينا نحن غائبون عنه هو الغائب عن الأبصار وفي الحقيقة ما هو بغائب عن الأبصار أبصارنا غائبة عنه مثل ما نقول عن النهر من أنه يجري النهر لا يجري الماء يجري في النهر ولكن التعابير في لغة العرب هكذا جرت فنقول من أن إمامنا غاب عن أبصارنا في الحقيقة أبصارنا هي التي غابت عن إمامنا كيف يغيب عن الأبصار ونحن نقرأ في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وماذا بعد فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنهم أئمتنا إنهم أئمتنا علي وفاطمة والمجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإمامنا ليس غائبا عن الأبصار أبصارنا هي الغائبة عنه بالضبط هذا التعبير كتعبيرنا عن النهر من أنه لا يجري النهر موجود ثابت الماء لا يجري فيه الإمام موجود عيوننا هي التي لا ترى هو يرانا ويرى عيوننا فنحن نقول النهر لا يجري النهر موجود أساسا النهر لا يجري هو ثابت الذي يجري هو الماء الماء ليس موجودا في ذلك الأخدود في ذلك النهر عيوننا هي التي لا ترى إمامنا هي الغائبة عن إمامنا وإلا فهو شاهد علينا وعلى عيوننا هو شاهد على خطرات أنفسنا وعلى لحظات عيوننا فكيف يكون غائبة هو مطلع على لحظات عيوننا على خائنة أعيوننا خائنة الأعيون هي اللحظات الخفية حينما ينظر شخص إلى جهة ما إلى شخص ما نظرة خفية جدا هذه هي التي يقال لها خائنة الأعيون إمامنا مطلع على خائنة أعيوننا محيط بها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إمامنا مطلع على كل صغيرة وكبيرة فكيف يكون غائبة عيوننا نحن الغائبون عن إمامنا بالضبط هذا التعبير كتعبير اللغة عن النهر من أنه ليس جاريا النهر موجود الماء ليس موجودا الإمام موجود نحن 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 لسنا موجودين معه أعود إلى سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يستحب أن يقول القارئ لا بشيء من آلاء ربي أكذب بحسب تفسيرهم آلاء ربي محمد وآل محمد هذه هي آلاء ربي آلاء آياته العظمى فبأي آلاء ربكما تكذبان آلاء ربي محمد وآل محمد ولذا يستحب عند قراءة سورة الرحمن وخصوصا في يوم الجمعة أن يقول القارئ بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربي أكذب آلاء ربي محمد وآل محمد صلوات الله عليه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا انفذوا بإمكانكم ولكن بشرط فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا ما تجاوزتم الحدود يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة نفسها هناك إشارة إلى نحو الترابط بشكل وبآخر فيما بين الجن والإنس في الآية الثانية والسبعين وما بعدها بعد البسملة من سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام في الجنان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان هذا يعني أن العلاقة مع الحور يمكن أن تكون مع الإنس ويمكن أن تكون مع الجن والحديث عن الجنان وهذا يعني أن الجن في الجنان وأن الإنس في الجنان وهذا لا يغلق الباب أمام المخلوقات الأخرى في هذا الكون الفسيح وإلا لماذا في اليوم الأول من أيام الله في يوم القائم يبدأ التواصل بين سكان السماوات لا أتحدث عن الملائكة أنني أتحدث عن جابلقا وجابرسا وأمثالهما في عالم كوننا الفسيح الواسع ستأتينا الأحاديث والروايات على أي حال نحن والآيات حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان الوقت يجري سريعا يجري سريعا سيكون ختام حديث في سورة الذاريات عند الآية السادسة والخمسين بعد البسملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة هنا ما هي الصلاة العبادة هنا الكون في دائرة الطاعة والعبودية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنه التمهيد لصاحب الأمر مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه هي الغاية القصوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية القصوى الغاية القصوى شرحها لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وما خلقت الغاية القصوى شرحها لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هنيئا لي وهنيئا لكم إذا وفقنا لخدمة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن يكون هذا البرنامج وأن تكون هذه الحلقات بالخصوص نوع خدمة في فناء صاحب الأمر وأن تكون أنتم أيضا حينما تتواصلون مع هذه الحلقات كي تزداد معرفة بعظمة مشروع إمام زمانكم كي تحسن الخدمة الخدمة من دون معرفة لا ما احنا لا ستكون هراء فأنا وأنتم بحاجة أن نعرف عظمة مشروع إمام زماننا قطعا لا أريد أن أحدثكم عن عظمة إمام زماننا اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هذا هو صاحب الزمان عودوا إلى دعاء السحر إلى دعاء البهاء وطبقوا كل الأوصاف في ذلك الدعاء على إمام زمانكم تلك هي عظمة الحجة بن الحسن اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله من جلالك بأجله من كمالك بأكمله من عظمتك بأعظمها من نورك بأنوره إلى بقية العناوين في ذلك الدعاء الشريف عودوا إليه في مفاتيح الجنان طبقوا هذه العناوين على إمام زمانكم ذلك شيء من عظمته صلوات الله عليه حديثي في هذه الحلقات لا عن عظمة الحجة بن الحسن حديثي عن عظمة مشروعه عنواننا هو هذا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم فهذه الحلقات أتمنى أن تكون خدمة مني لمشروع إمام زماني وأن تكون خدمة منكم بسبب بسبب قناة القمر أن تتواصلوا مع هذه المضامين ومع هذه الثقافة التعظيمية النقية التي تتبرأ من قذارات الأقزام ومن قذارات المنهج التقزيمي القذر الطفس مثل ما يصفهم رسول الله ويصفهم أمير المؤمنين كما مر علينا في الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعكم في الحلقات المتقدمة في هذه المجموعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون علاقة واضحة في البرنامج ما بين الجن والإنس لا بد أن يتواصلوا في خدمة إمام زمانهم مثل ما مر علينا في دولة سليمان قلت لكم من أن دولة سليمان هي وسيلة إضاح مصغرة تعكس لنا بنحو وآخر شيئا من عظمة الدولة المهدوية القائمية ومن هنا فإن الجن والإنس في برنامج واحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجميع تحت خيمة الحجة بن الحسن وتذكروا قول صادقي صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمت لخدمته أيام حياتي كما يقول الشاعر وهو قوله يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا الشاعر هو الذي يقول يا ليث غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا 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 بالحبيب ومرحبا أسألكم الدعاء جميعا ألتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة الحبيب على مودة القائم الحبيب في أمان الله ترجمة نانسي قنقر